لو تكلمنا شوية عن فكرة بقى الدفوهات اللي في الشخصية اكيد كل حد فينا بيبقى عنده حتة كده لو عايز يصلح من نفسه او عنده عيوب مش عايف يتعامل معاها بما انك عارفة تتعاملي بشكل كبير مع فكرة جسمي وشكلي وقبل عيوبي زي ما هي ازاي بتعملي ده بقى في شخصيتك؟ باشتغل على شخصيتي ايه العيوب اللي انت مش بتحبيها في شخصيتي؟ انا عصبية جدا او يعني فباشتغل يعني انا مش عصبية اللي هو حمسك حد اضربه بس انا ممكن ثانية واحدة يعني حد في البيت يزنه 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 اه ساة مثلا لي هبه هبه كده في ثانية دي بحاول اشتغل عليها ان ما ينفعش لكل محد يكلم يحب ممشيش نهب الناس حتى لو عيلتنا ما ينفعش ايه كل واحد انا يزين نوطي البوليوم شوية نوطي البوليوم برضو شوية ينفعش يعني مثلا بتوتر بسرعة عندي انجزايتي فحتلاقيني على طول بقرأة ضافري فيجيلي وقت اللي هو لازم نهدى يلا نتنافس يلا نتنافس بيش حاجة الدنيا جميلة جبانة جبانة يعني جبانة بخاف من حاجات مش منطقية تشتريع نفسك ازاي بتعملي ايه؟ حاولك حاجة هابلة على موضوع جبانة ده مثلا يعني لسه بحاول اشتغل عليه انا مثلا في بيوت الرعب لما تيجي تدخلي بيوت الرعب اللي هو على رجليكي ده فانا مثلا بداخل بيوت الرعب انا شايفة الناس اللابسين مسكات دول كانوا وقفين بره عادي بيشربوا سجاير مفيش حاجة واتكلبت بعاهم واللي هو ما تجوش ناحيتنا واش علي جي ناحيتك بتدخلش بيوت الرعب عشان ترعيب نفسك اشتعلم نفسك ما تخفيش؟ لا انا بالضبط فدخلت مرة بيوت الرعب جالي هالع بانيك اتاك طلعوني مجرورة اللي هو اي بلاكد اوت وبانيك اتاك والناس بقى تلمت وهم زيت نفسهم جوا فتحوا الانوار ورفعوا المسكات ولهم مجناش ناحيتها يعني عايزهم مجنونة فكل شوية كل ما نعدي من جنب بيوت الرعب بقوم بصرموا لهم ندخل بقى بيوت الرعب تلات دقيق وبطلع بنفسي بس حالك بتحاولي ايه بحاول وعفضي لحاول انا عايزة اقولك بجد بجد ان انا فخورة قوي بيكي ومبسوط ان انت كنت معي قوي انا اللي مبسوط انني معك يا قوي وعايزة اقولك حاجة قبل ما نختم بس اا في حتة البولينج او التنمر او فكرة ان البنت دائما بحطوطها في الرفام تقولي ايه بقى للبريات اللي بتسمعين وبطلعتي كده الى الكاميرا تقولونهم تب كده صغيرة لو هي عندها مشكلة ازاي تحبن نفسها اا قولي لنافسك الكلام الحلو اللي انت عايزة تسمعين من الاخرين وانت مش مصدقاه علشان محدش بيصدقه شوية وحتصدقي نفسك قولي لنفسك الحاجات الحلوة اللي فيك اللي انت مصدق انها حلوة علشان تعوضي كل السلبي اللي بنسمعه لو فيه دفوق اشتغلي عليه لو حاجة حاسة ان انت ممكن تغيريها غيريها لو عايزة تغيريها اشتغلي على ده علشان ده اللي هيخليكي بدل ما انت مستنية ان حد يقيمك انت هتبدأ تقيمي ده بتاع الناس فحيبقى هتوصلي الحتة كده اللي هو انا بره التقييم رأي يارك شو مهم فنشتغل على ده وعلى قلبنا وعلى شكلنا نهتم كده بروحنا يا سلام امر والرجالة بقى نقولهم ايه كفاء بقى تقول لا